السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دردشة. خفيفة حول مستوى المنتخب المغربي. وعلاش? دي ما كنظر على النوقات السلبية وبزفة الناس اللي كي عرضونا في التعليقات. لو كنشوفوا التعليقات. بزفة الناس كي حسب لهم باننا ضد المنظومة او ضد المنتخب المغربي. ولكن هادشي عالي تماما من الصحة. صراحة من مباراة جنوب افريقيا في كأس افريقيا اللي كنا معاولين عليها لانه اقوى سكواز عالنا في التاريخ دينا هو هادا اللي مشينا به الكأس افريقيا. ولكن اه يعني تصدمنا اه كما اه يعني جميع المغربات تصدموا ديك المباراة اللي درنا مع اه جنوب افريقيا وايضا المباراة اللي درنا في دور المجموعة كانت اه مباراة باهيتا ديك مباراة الكونغو يعني ما غنظروا على كأس افريقيا. ديك الشي اللي اه كي خليني اه ناظر على العيوب. دائما كالقلب على العيوب وناظر عليها. لاش? لانه المنتخب المغربي اه ما عندوش شي اه محق حقيقي اه من ديك المباراة. يعني اه ملعبناش مع اه فارق او منتخب اللي كبير اه وملعبناش خارج الميذن. يعني اه بما انه المنتخب المغربي كيلعب اه في اه الارض يالو مع فرق ضعيفة. فاكيد انك غزبان بانك اه يعني بمستوى عاري. اه نبحوا بخمسة نبحوا باربعه نبحوا بثلاثة. ولكن النهار غن يعني نتلاقوا مع منتخب اللي اه فارد راسو من النخبة من كلاسقة اه مع مصر مع جنوب افريق. جنوب افريقيا ماشي من كلاسقة. رغم ذلك اه شتتوش نودارت معنا. اه مع مصر مع اه كود ديفوار مع الكاميرون اه مع الجزائر اه المهم هاد المنتخبات المصنفة مع نيجيريا. فا اه اه الى لعبنا معهم اه خارج الميدان ما عرفتش اش غنديرو اه ماشي خارج الميدان اه في الميدان دي انا يعني ما كنلعبوش مع اه منتخب اللي كبير. فلذلك كنقول لكم بانه اه يعني اه رغم اننا كنفرح وبذلك الاداء اللي كيديرو المنتخب المغربي. ونكن هاد الاداء خاصو يكون بحاذر. لانه هاد ماشي الصورة الحقيقية اه ديال المنتخب المغربي. رغم اه يعني الفوز دياله بخمسة او بستة او حتى عشرة. فانك تلعب معه في اه منتخب اه افريقيا الوسطى وفي الميدان ديالك ومعا الجمهور ديالك. واللاعبين اللي عندنا يعني اللي اه كبار. احنا اه ما كرناش نلعبوا معه منتخب اللي غانبداو اه خاصرين في الدقائق الاولى اه ونرجعوا في النتيجة بواحد الكوتشنج ديال اه وليد راق راقي مثلا. غانكونوا فرحانين ومطمئنين على المنتخب المغربي. ولكن اه انك اه تبدأ كينشي ناس اه للأسف يعني بدأوا اه بدأوا كيتبعوا الكورة مؤخرا من المونديال ديال اه قاطر. اه يعني كي يحسبوا اه هاد الناس اللي شدين المنتخب كا انهم اه الها استغفر الله. اه خاصك ما تعدرش فيهم. خاصك يعني تقول بانه مزيان بان العام مزين. فكين اغلاط في المنتخب المغربي. كين اه عواطف. كين اه يعني صاحبي اه صاحبي اه مش لي صاحبي مثلا. اه حارث اللي يعني قصينا اه لمجرد انه قال الرأي اه ايضا اه الاخوان مي رغم انني يعني ماشي كتقنية ولكن كنقول على يعني بسبب التصريح فكتقصي داعب من ان هو يمتلع المنتخب المغربي مدى الحياة فهذا الشي خاصه يتصلح يعني الجود ديالك والدقائق اللي غير تلعب مع الفريق ديالك والمستوى ديالك هو اللي غير يجيبك للمنتخب المغربي ماشي ماشي انك قريب للمدرب او انك صاحب الرئيس فهذا الشي اللي بغيت نقول في هذا الفيديو يعني فيديو تلقائي كما نعظر فيه بكل تلقائي فهذا هو يعني هاتش اللي بغيت نقول اه تهلا وفرسكم وبسلم عليكم